اهلا بكم الى هذه النشرة الاخبارية نبدأها بالعناوين بعد اشهر من الهدوء ضحايا مدنيون بتجدد القصف المدفعي وصاروخية على بلدات جنوب اتلب انقراء تعلق على حادثة استهداف الدورية المشتركة وتؤكد استمرار تسير الدورية بحزم الكويت تضبط شباكة لغسيل الاموال تمول ميليشيا حزب الله اللبناني الاقمار الصناعية تلتقط صورا مثيرة للشكوك بشأن ملء اثيوبيا لصد النهضة بكم جددت الطائرات الحربية الروسية قصفها على الاحياء السكنية في منطقة جبل الزاوية جنوب ادلب بعد ساعات من تعرض دورية تركية روسية على طريق انفور لهجوم بوساطة سيارة مفخخة واكدت مصادر محلية ان الغرات استهدفت بلدة سفوه تزامنا مع استهدف مناطق متفرقة بجبل الزاوية بوساطة الصواريخ والقذائف المدفعية ما اسفر عن مقتل شخصين واصابة اخرين في حين بدأ عدد من اهالي المنطقة بالنزوح مجددا الى مخيمات شمال السوري قال قائد فريق للدفاع المدني بمركز اريحا يدعى توفيق قطان في تصريح خاص لأورينت قال ان القصف الذي استهدف المدينة اسفر عن مقتل واصابة عددا من المدنيين اضافة لدمار في البنية التحتية ظهر اليوم قامت الطائرات الحربية الروسية والمدفعية التابعة للنظام السوري باستهداف عدة قرى ومدن في الشمال السوري منها مدينة اريحا لقت نصيب من رشقتين بالصواريخ الارضية ادت الى استشهاد رجل واصابة ثلاث اطفال وامرأة كما استهدف الطيران الروسي عدة بلدات وقرى في الجبل الزاوي وسهل الغاب ولكبيني وثلت لكبيني اعلن مخبر الترصد الوبائي في شمال السوري عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا وذكر المخبر ان عدد التحاليل يوم الثلاثاء بلغ 63 وقد تم تسجيل ثلاث اصابات ما رفع عدد المصابين الاجمالي الى ثمانية وبحسب التقرير الذي نشره المخبر فان ثلاثة من المصابين متوجدون في مدينة عزاز شمال حلب وثلاثة في مدينة الدانا واثنين في مدينة سربدا دخل رتل عسكري تركي الى محافظة ادلب وذلك بعد ساعات من تأكيد وزارة الدفاع التركية على استمرارية تسير الدوريات المشتركة مع روسيا على طريق انفور رغم استهداف احدى الدوريات وفدت مصادر محلية بان رتلا عسكريا تركيا يضم جرفتين وعربات مدرعة وشاحنات محملة بكتل اسمنتية وايضا معدات لوجستية دخل الى ادلب عن طريق معبر كفرلوسين الحدودي ومن ادلب ينضم الينا مراسل اوريان جميل الحسن لاطلاعنا على اخر التطورات في ادلب جميل بداية اهلا بك دعنا نبدأ من التحاليل المخبرية التي وثقت وجود حالات اصابة بفيروس كورونا في الشمال السوري ما هي التفاصيل لديك؟ عندما قامت مدرية الصحة باخلاء من مشفى باب الهوى بعد اعادة مسح العينات مرة اخرى وثبتت بان انتيجة كانت سلبة على ما يبدو اننا فقدنا الاتصال بزميل جميل الحسن سنعود اليه خلال هذه النشرة وايضا في سياق هذه النشرة الاخبارية علقت وزارة الدفاع التركية على تعرض الدوريات المشتركة مع القوات الروسية لهجوم قرب مدينة اريحة جنوب ادلب وذكرت الوزارة في بيان ان الهدف من هذه العملية هو عرقلة جهود السلام في محافظة ادلب مشيرة الى ان الدوريات المشتركة ستتواصل وسيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة بحزم نشرت وكالات الروسية شريطا مصورا يظهر لحظة انفجار سيارة مفخخة في دورية مشتركة تركيا روسية على طريق انفور في ادلب ويظهر تسجيل ان السيارة المفخخة التي انفجرت كانت تقاد من قبل احد الاشخاص ولم تكن ماركونة على حفة الطريق وافدت مواقع وصفحات اخبارية محلية بان ميليشيا قصد اختطفت طفلتين قاصرتين من مدينة عين العرب بهدف التجنيد الاشباري وذكرت المصادر ان الميليشيا اختطفت كل من الطفلة غزل محمد مصطفى عيسو 15 عاما واحلام مسلم حسين 16 عاما من ابناء قرية سفتك التابعة لعين العرب وذلك بهدف التجنيد الاشباري وتوصل قصد اختطافها للطفلات من المدارس لزجهنة في القتال في صفوف ما يعرف لديها بوحدات حماية المرأة بالعودة الى اخر التطورات في ادلب ينضم الينا مجددا الزميل جميل الحسن مراسل أوريانت نيوز في ادلب ابدأ معك جميل من اخر التطورات بما يتعلق بنتائج التحليل المخبرية لمصابين بفيروس كورونا في شمال سوري نعم احلام في الحقيقة دعينا نبدأ من يوم امس عندما تم اخلاء الاطباء المصابين بفيروس كورونا بعد اجراء عمليات مسح اخرى للعينات بعد اخذ عينات من الاطباء ومن الكوادر الطبية التي تم الاعلان عن اصاباتها بفيروس كورونا وهي اربعة حالات تبين بان الحالات نتيجاتها سلبية وتم اخلاؤهم مساء يوم امس من مشفى باب الهواء حاليا في المشفى لم يعد هناك اي اصابة اما بالنسبة للاصابات التي ذكرتها منذ قليل بالنسبة لسرمدة وغيرها حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد هذه الاصابات يعني قسم يتحدث عن اصابات وقسم يتحدث عن عدم وجود اصابات وحتى هذه اللحظة لم يصدر بيان رسمي من مديري في الصحة باعداد الاصابات الجديدة لذلك لا يمكنني وليس باستطاعة تأكيد لكم عن وجود حالتين اصابتين جدد بفيروس كورونا اذا يعني كما ذكرت جميل انه مديرية الصحة في ادلب لم تقم بالاعلان عن حالات جديدة لديها للاصابات بفيروس كورونا تحدثت عن اخلاء المصابين السابقين بما يتعلق بيوم امس الى اين تم الاخلاء هل تم الاعلان عن خطط علاجية لهم؟ بالنسبة للاخلاء تم اخلاء المصابين بكون ان الاصابات او العينات بعد عملية الفحص صدرت بانها سلبية فتم اخلاؤهم باتجاه منازلهم يعني اذا يعد هناك اي حاجة او اي خطر من قبلهم على المدنيين لكي يتابعوا عملهم لكي يمارسوا حياتهم اليومية بشكل طبيعي اما بالنسبة لهذه الحالات اريد التنويه الى نقطة مهمة ما هو سبب عدم اعلان حتى اللحظة من دريدة الصحف لوجود اصابتين جدد هي اعادة عمليات المسح او اعادة عمليات اخذ العينات من اجل التأكيد بشكل صحيح على اذا كانت النتيجة هي سلبية ام ايجابية يعني هناك بعض الاحيان يكون نتيجة تحليل خاطئة يتم اعادة نتيجة التحليل فيكون هناك نتائج مختلفة نعم صحيح طيب جميل يعني اليوم ايضا في ادلب ولكن على سياق او في صعيد مختلف تشهد ايضا قصف بالمقاتلات الروسية تحديدا على سفوهم بجبل الزاوية ما هي التطورات لديك في هذا الصداد نعم بالفعل احلام صحيح اليوم ومنذ قليل وبتحديدا منذ دقيقتين قصف مدفع مكثف من قبل ميليشيا اسد الطائفية على بلدة البارة الواقعة بجبل الزاوية بريف ادلب الجنوبي والجدير بالذكر ان بلدة البارة هي مقتضى بالسكان المدنيين الذين عادوا اليها بسبب قساوة النزوح بعد نزوحهم لعدة مرات باتجاه شمال السوري ايضا نضيف الى ذلك اقلاع لعدة طائرات تابعة لقوات الاحتلال الروسي بالنسبة للغارات الجوية التي نفذتها نفذتها على بلدة كنصفرة ايضا بريف ادلب الجنوبي نحيطكم علما يعني بعد استهداف الدورية التركية المشتركة مع قوات الاحتلال الروسي كان هناك تصعيد عالي الوتيرة من قبل طائرات تابعة لقوات الاحتلال الروسي على اكثر من 15 نقطة تم استهدافها جميعها تركزت على الاماكن السكنية كنصفرة الفطيرة اسفوهم كفرعويد وايضا الدقماق وقرى وبلدات سهل الغابة نضيف الى ذلك اكثر من 12 غرى جوية على منطقة الكبانا في ريف اللاذقية وحتى هذه اللحظة هناك تحليق لطيران تابعة لقوات الاحتلال الروسي ومن الحين الى الاخر استهداف لبلدة بينين بقذائف المدفعية ايضا من قبل ميليشيا اسد الطائفية ونضيف الى ذلك ان مدينة اريحة تعرضت لاستهداف لثلاثة رشقات من قبل راجمات تابعة لميليشيا اسد المتمركزة في مدينة سراقب ما يقارب الاربعين صاروخ يوم امس ما ادى الى مقتل رجل مدني استشهد نتيجة هذه الصواريخ واضافة الى اصابة امرأة وثلاثة اطفال جميعهم اصاباتهم حرجة حتى هذه اللحظة على الحدود سوريا تركيا في المشافي يتلقون العلاج ونضيف الى ذلك استهداف للمنشآت الحيوية بالقرب من مركز الطبي وايضا استهداف بالقرب من مركز الدفاع المدني ماذا عن رد الفصائل جميل امام هذا الاستهداف المتجدد بعد توقف لهذا القصف لمرحلة من الزمن بسبب الاتفاق التركي الروسي هل قامت الفصائل بالرد على هذا الاستهداف حاليا حتى هذه اللحظة لم يصدر اي بيان من قبل الفصائل المقاتلة ولم يكن هناك اي رد حتى هذه اللحظة ربما هناك عملية دراسة من قبل الفصائل المقاتلة كون انهم قد اصدروا سابقا بان اي اعتداء على المدنيين سوف يتم الرد عليه على مصادر النيران ولكن حتى هذه اللحظة لم تشهد المنطقة اي رد او اي زيادة للتصعيد يعني هو فقط يعني تحدثنا عن ان وطيرة القصف اليوم هي اقل يعني من يوم امس من قبل ميليشيا اسد ومن قبل قوات الاحتلال الروسي لا نعلم اذا كان هناك في الساعات القليلة القادمة رد من قبل الفصائل المقاتلة على مصادر النيران في حال ورود اي بيان رسمي قبل الفصائل المقاتلة او استهداف او رد سنكون معكم بالصوت والصورة متواجدين لنقل لكم الصوت من من بلدات جبل الزاوية جميل ايضا يعني عادة عندما يتجدد القصف على مناطق لم تشهد قصف منذ فترة نشهد ايضا حالات من النزوح باتجاه مناطق تعتبر اكثر امن هل شهدت البلدات والقرى التي تم استهدافها حالات نزوح مجددا نعم بالفعل احلام انا يوم امس كنت متواجد طوال الوقت طوال اليوم وحتى هذه اللحظة ايضا في هذه المناطق في جبل الزاوية في منطقة اريحة شهدت هذه المنطقة حركة نزوح ولكن ما رأيته هو النزوح باتجاه يعني اراضي الزراعية تحت اشجار الزيتون ودرجات الحرارة مرتفعة جدا يعني عاملين هؤلاء المدنيين بان تكون هذه الحملة مؤقتة او هذا القصف او هذا الاستهداف مؤقتة ريثما يعودوا الى خرام مباداتهم وبعض العوائل لم تعد تثق بميليشيا اصل الطائفية فاستمرت بنزوحها باتجاه الشمال السوري باتجاه الحدود السورية التركية شكرا جزيلا لك جميل حسن مراسل الورديانت نيوز كنت معنا من اتلب حزت سلسلة من الانفجارات مدينة الرقة دون ورود انباء عن سقوط قتل او جرح بحسب وسائل اعلام محلية واوردت مصادر محلية بان ثلاثة انفجارات متتالية سمع دويها في المدينة وتبين انها ناجمة عن قنبل صوتي انفجرت وسط مدينة الرقة دون ان تخلف اصابات او خسائر في حين قال ناشطون مجهولين استهدفوا بثلاث عبوات ناسفة مقر المحكمة العسكرية التابعة لقصد اقرأت طبابة شرعية تابعة لنظام اسد بارتفاع حالات الانتحار في المناطق الخضعة لسيطرته بشكل كبير حتى وصلت الى تسجيل حالة كل 48 ساعة واكدت ان العام الحالي يشهد ارتفاع كبير في معدلات الانتحار مقارنة بالعام السابق حيث تم تسجيل 124 حالة خلال عام 2019 فيما بلغت حالة النصف الاول من العام الحالي 78 حالة الجدير بذكر ان هذه الاعداد من المرجح ان تكون اعلى من الارقام المعلن عنها بكثير وغالبا ما يكون سبب هذه الحوادث هو الوضع الاقتصادي المتدهور وانخفاض مستوى المعيشة ذكرت مواقع محلية نشبان المسلحين في بلدة انعيمة بريف درع الشرقي اغلقوا مداخل مدينة درع واضرموا النيران على طريق رئيسي في البلدة للمطالبة بالافراج عن معتقليها وذكرت مصادر محلية ان الحادث تأتي بعدما نكث النظام اسد بالوعود التي اطلقها بشأن الافراج عن المعتقلين في حين اظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيطرة لشبان على احد حواجز ميليشي اسد قال مسؤولا في وزارة الخارجية الامريكية ان بلاده تعمل على تطبيق خطة في سوريا منذ اشهر لضمان الضغط على نظام اسد وحلفائه وذكر المسؤول ان من اهم الامور التي تسعى الولايات المتحدة لضمان استمرارها هي مواصلة الضغط الاقتصادي على نظام الاسد مشيرا الى ان العديد من التقارير تؤكد ان بشار الاسد ونظامه بمرحلة انهيار وشدد على ان التواجد الامريكي شمال شرقي سوريا يقوم على منع نظام الاسد من العودة الى المناطق التي خسرها هناك قالت وسائل اعلام ان جهزة الامن في الكويت تمكنت من القاء القبض على شبكة غسيل اموال مرتبطة بتمويل ميليشيا حزب الله اللبناني وبحزب المصادر التي ذكرتها جريدة الكويتية فان المتهم الرئيسي هو شخص ايراني مشيرة الى انه تم ضبط الشبكة او ان ضبط الشبكة جاء بعد تتبع تحركة افرادها في عدة مناطق بالبلاد مبينة ان الاجهزة الامنية داهمت اربعة مواقع اخرى يستخدمها المتهم وهي منزل ومزرعة وشقتان في العاصمة وقامت بتفتيشها وتحفظت على بعض ما فيها قال الكتب والمفاكر السوري محي الدين الذي قاني انه بعد وفاة حافظ الاسد اصبحت سوريا تحت حكم عائلتين عائلة مخلوف وبيت الاسد ومؤسسات الدولة التي قام عليها نظام كلها تنهار وينهار ومعها الذراع الامني الذي حافظ على بقائها بعد وفاة حافظ الاسد اصبحت سوريا تحت حكم عائلتين تحت حكم عائلة مخلوف وعائلة الاسد وكان لمحمد مخلوف عن طريق تأثيره على ابن اخته وعلى اخته انيسة طبعا كان لها الكلمة الاولى من هذا التأثير صار حاكما مشاركا المؤسسات التي قام عليها النظام كلها تنهار تنهار الحاضنة الشعبية تنهار الحاضنة الشعبية وانقسامها يؤثر ايضا على الانهيار الاتصادي الداخلي الذي يحاولون لملمته وروسيا تدخلت اكثر من مرة وتوسطت وكان اخر حل توصل اليه ان يتم خروج رامي الى موسكو على ان تباع ممتلكاته في الخارج وتعاد الى الخزينة السورية وطبعا لن يعادل الخزينة السورية منها شيء ستلحق باموال النفط السوري الى حسابات الاسد ماهر وبشار وحاليا اسماء الاسد وابن خالتها الدباط وينهار بالنهاية الزراع الامني والعسكري الذي حافظ عليها نحن بعون الله في نهايات هذه المرحلة ونهايات عكومة واكد الكتب الصحفي زياد الرئيس ان الضباط الذين يتم اعتقالهم او اقصاؤهم هم اذرع عائلة مخلوف وهؤلاء الاشخاص كتلة من الولاء العسكري لهذه العائلة ضباط التي يتم اعتقالهم او اعتقالهم اعتقالهم بالفساد والرشاوي والعمال والتخابر هم ليسوا فقط اذرع رامي بشكل شخصي هم اذرع عائلة مخلوف يعني هذه هؤلاء الضباط هم كانوا كتلة ضباط مرتبطين كيف يكون الارضباط طبعا بعضهم كان في الجيش السوري وتم انتدابه الى الافرع الامية بتزكية من محمد او بتوجيهات من محمد مخلوف او من رامي او من ايهاب او من حافظ هؤلاء الاشخاص هم نستطيع ان نقول انهم قتلة الولاء الامني والعسكري لعائلة مخلوف الابرس لغاية الان هو معين حسين معن حسين يعني هذا الضباط الكبير هذا مرتبط بشكل مباشر برامي مخلوف وهذا كان من المقربين جدا من بشار اسد تم اتهم هو انه صاحب مؤامرات وانه شخص متآمر وانه عمير وانه يعطي معلومات هذا الاتهام ليس بجديد على اتباع مخلوف سابقا تم اعتقال ضباط من مطار المشق الدولي مقربين من رامي مخلوف قلنا انهم هم من اعطوا الاحداثيات والمعلومات عن قاسل سليماني لإسرائيل وبالتالي هناك مخطط هذا المخطط يقوده تماما مكتب بشار الأسد ومكتب ماهر الأسد هناك حال التخبوف كبرى لدى هؤلاء التجار ان يتم ابتزازهم ماليا او ان يتم محاسبتهم ومعاقبتهم لانه كانوا شركاء رامي مخلوف رامي كان يسرقهم علنا وكان يقول لهم ان هذه المواقب تذهب الى مكتب وقال العميد السابق في شعبة الامن السياسي مونير الحريري ان رامي مخلوف يعتبر رافعة للنظام وكل الاعتقالات والتصفية تتم لأشخاص محسوبين على رامي او مهر الأسد فالنظام بدأ يأكل نفسه ان رامي مخلوف يعتبر رافع على النظام هو وتجار الشوام وتجار الحلبية اللي شالوا النظام شالته خاصة عن طريق جمعية البستان اللي كانت تضم اكثر من اربعين الف هال اربعين الف هذول هم عسكرة والروسي ومن حلوها كانوا حلوها بناء على ان هؤلاء عسكرة هم جيش ضمن الجيش كل الاعتقالات وكل التصفيات اللي عم يصير والاخير هاي العميد شريف اسماعين هو اولاده النقيب علي والملازم رفعت اللي اخذوهم من يعفور هؤلاء من جماعته وهؤلاء مو بس هما طبعا احنا مر معنا تصفيات مثل العميد معنى دريس العميد هيثم عثمان العميد سومر ديب علي جنبلاط جهات زعل العميد سائر خير بيك والعقيد علاء سيمان كلهم محسوبين بالحسابات الرسمية على رامي او على ماهر طبعا هذه المعلومات وهذه الاشياء هي بتدل على ان النظام هو قاعد يوكل بعضه وهم مواصم بين بعضهم لشيء انه معاد فيه ثقة بين بعضهم هذه الرافعة انخفضت واسماء الاسد لعبت دور هدام كبير بين الاثنين ولعبت على وتر اخر وتر اقتصادي لزحزحة كل الاموال وكل الحركة الاقتصادية التي يملكها رامي مخنوف لوضعها في يدها او في ودي من هم تقدر استطيعهم ان تديرها كشفت الادارة الداخلية لولاية برلين في المانيا عنيتها استقبال 142 لاجئا من المخيمات اليونانية على ان تصل الدفع الاولى الى المانيا في 24 من تموز الحالي واضحت الادارة انه من المتوقع ان تصل اخر دفعة من المهاجرين المقرر استقبالهم نهاية شهر اب المقبل ليرتفع عدد المهاجرين الذين استقبلتهم المانيا من المخيمات اليونانية الى 928 مهاجرا معظمهم من القصر كما ابدأ مجلس ولاية برلين استعداده لاستقبال نحو 300 مهاجر من المخيمات حيث ستكون الاولوية للأسر والاطفال الاكثر تضررا انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ارتفاع في منسوب المياه في البحيرة الواقعة خلف سد اثيوبيا الكهرمائي المثير للجدل وتزاملت تلك الصور مع اعلان اثيوبيا ومصر والسودان ان الجولة الاخيرة من المفاوضات حول المشروع انتهت من دون اتفاق في حيث قالت اثيوبيا انها ستبدأ في ملء خزاني السد هذا الشهر حتى من دون اتفاق وهو ما سيزيد من حدة التوترات اعلنت وزارة الصحة المصرية ان 12 شخصا على الاقل اصيبوا في حريق هائل اندلع في خط انبيب شقير مستطرد لنقل النفط الخام الذي يمتد على طريق سريع رئيسي على مشارف القاهرة واوضحت الوزارة ان الحريق اندلع على اول طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي بسبب كسر بالخط وحدوث شرارة نتجة عن تزاحم السيارات على الطريق ما ادى الى اشتعال النفط الخام المتسرب والذي تمكنت سيارات الاطفاء من اخمده استنقر استنكرت البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في اقليم دارفور غرب السودان استنكرت احداث العنف التي وقعت مؤخرا في ولاية شمال دارفور واسفرت الاحداث عن مقتل تسعة اشخاص واصابة عشرين اخرين بجروح واعربت البعثة عن اسفها لوقوع هذه الحوادث بالتزامن مع اقتراب حكومة السودان الانتقالية والحركات المسلحة من اختتام المفاوضات المتوقع ان تحقق السلام والاستقرار لاقليم دارفور والسودان عامة بهذا نصل الى اختم هذه النشرة الاخبارية المزيد دائما على مواقع اوريانت على منصات تواصل الاجتماعي وايضا على oriont news.net شكرا لتب المتابعة وبإمان الله